السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد منذ حلقة اليوم سوف نتعرف على مركب جديد وهو الترانزيستور في حلقات السابقة قمنا بشرح المكتف والمقاومة والديود لما لم يشاهد تلك الحلقات سوف تجدها في اسفل الوصف اذا سوف نتعرف على هذا المركب تابعوا معي الفيديو حتى الاخير الترانزيستور او باللغة العربية المقحل يعتبر احد اهم مكونات الادوات الالكترونية الحديثة مثل الحاسوب فهو يتوفر على ملايين من الترانزيستورات وكذلك الهواتف الترانزيستور اخواني يتكون من مادة شبه موصلة متعامة بالجرمانيوم او السيليكون بحيث تكون المنطقة الوسطى شبه موصلة يكون اما موجب او سالب وتسمى بالقاعدة او البس باللغة الانجليزية ولو قدرك بلا على تكبير اشارة الالكترونية او تبديلها فالترانزيستور يتكون من ثلاث اطراف المجمع اي الكوليكتور بالانجليزية وهو المنفذ الذي يستقبل التيار الكهربائي المتوجه الى الترانزيستور ويعتبر اكبر جزء واما القطب الاوسط يسمى بالقاعدة التي ذكرناها سابقا يمكن تلخيص عمل القاعدة بالمفتاح الذي يسمح او يمنع مرور التيار الكهربائي خلاله كما تتحكم القاعدة بشدة التيار المتدفق ينتظر القاعدة اصغر جزء في الترانزيستور اما القطب الاخير او الذي يسمى بالباعت او اي متر يعمل الباعت على اكمال الدائرة الالكترونية بحيث يعمل كمخرج للشحنات الكهربائية واعتبر الثاني اكبر اجزاء الترانزيستور والجد الذي يدخل في القاعدة من اجل سماح بمرور تيار يبدأ من صفر فاصلة سبعة ويوجد نوعين من الترانزيستورات الاكتر شيوعا وهو بحيث يأخذ شحنة موجبة في قاعدته ونوع الاخر بحيث يأخذ شحنة سريبة في قاعدته الفرق فقط في الاستقطاب ويوجد انواع اخرى وهذه الحروف يعني نيغاتيف او بوزيتيف ايه سريبة او موجبة من اجل فهم الترانزيستور جيدا يمكننا تشبه الترانزيستور بالصنبور حيث ان الترانزيستور مفترض ان يمرر التيار من ا الى س ولكن توجد عقبة ب التي تعكم في مرور التيار في الصنبور ايضا نفس طريقة تعمل هذا المركب قمنا ويصيرها دميتا من اجل الفهم الجيد